إثرى لقائه في الرياض الجمعة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو دعم بلاده للسعودية في مواجهة التهديدات والاعتداءات الإيرانية دقلو قال مشاهدين في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إن السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات الحوثي